اوووو وماي قاد يا تباعة الخير الصندوق النقدанов دولي بده اوافق على طلبنا بتخفيض 700 مليون دولار من قيمة الكرد تبعنا يعني احنا كان علينا الان أ مليارين و مليار اوف كان علينا مليارين و 800 مليون اليوم صار علينا مليارين و 200 مليون لصدوق النقد الدولي زي ما انتوا شايفين هلا والله بالمرتبين كيف حالكم عساكم طيبين وبالفالف غير ان شاء الله رجعنا لكم بالحلقة التانية من سلسلة المملكة الاردنية الهاشمية Powerland Revolution 2021 اليوم يا شباب بدي اعرض لكم خطة سريعة مش سريعة هي راح تطول لانه خطة مختلفة عن الخطة الاقتصادية اللي عملناها لألمانيا لمصر لسوريا للعراق اليمن كل الدول والجزائر كل الدول اللي عبنا فيها عملنا لها خطة اقتصادية والحمد لله كانت ناجحة بس الخطة الاقتصادية اللي راح نعملها للمملكة الاردنية الهاشمية راح تكون خطة مختلفة تماما عن الخطة السابقة طبعا رئيس وزراء فلسطين طلب يجتمع معنا فخلينا نقبل الاجتماع بشكل مبدئي خلينا نعرض لكم الخطة الان الخطة هي كالاتي انا عندي اليوم قديش مواطن اردني عندي حوالي 12 مليون مواطن لا عندي 11 مليون مواطن اردني اوكي هدول 11 مليون مواطن انا مهمتي راح تكون ومسؤوليتي راح تكون كيف اني اطور من قدرتهم الشرائية اساعدهم بانه نرفع رواتبهم بشكل تدريجي طبعا هاي الخطة بتحتاج وقت طويل لتنفيذها لكن راح تم تنفيذها بدءا من اليوم اوكي راح نحاول قد ما نقدر انه نحسن من الظروف المعيشية للمواطن الاردني وبعد ما يتم تحسين الظروف المعيشية ونحسن جودة التعليم وجودة الصحة وجودة الثقافة بدنا ندخل على قطاع الخدمات باكمله نشتغل عليه ونطوره لكن التطوير ما راح يبلش من لما نحسن جودة حياة المواطن الاردني التطوير بده يبلش من اليوم من هاي اللحظة انا برأيي انه نمسك القطاع السياحي كونه هو من اعلى القطاعات مبيعا عندنا في المملكة الاردنية الهاشمية نمسك هذا القطاع هلا بتفكروا انه انا راح ابلش انه بتأميم هذا القطاع خلينا نشوف قدير راح يكلفنا التأميم تأميم القطاع راح يكلفنا يا شباب حوالي 20 مليار دولار طب انا ميزانيتي في المملكة الاردنية الهاشمية كلياتها على بعضها 15 مليار دولار من ويندي اجملهم 20 مليار عشان انا اشتري قطاع السياحة اذا هاي صفقة خاسرة راح تكون لو اشتغلنا بهذه الطريقة لكن انا اقتراحي كان هو انه نمسك القطاعات اللي بيقوم عليها القطاع السياحي ونطورها نبلش مثلا بقطاع الارد ترانسبورتيشن هذا القطاع اللي هو قطاع النقل الجوي خلونا نمسكه مع بعض هو ضمن قائمة الخدمات نمسك هذا القطاع نشوف شو ايش بيقوم ونطوره فهمتوا علي كيف راح نمشي بهذه الخطوة حبة حبة قطاع الفيول قطاع انشاء الطائرات وقطاع الكهرباء احنا عندنا اصلا انتاج كويس من البنزين الحمد لله رب العالمين والان خلونا نشيك مع بعضة لانتاجنا من البنزين او كيف ممكن نطور قطاع البنزين عندنا في البلد بسم الله هاي قطاع البنزين اوكي نشوف القطاع هذا بيحتاج كولزا النبتة الكولزا بيحتاج غاس طبيعي بيحتاج نفط هدول الثلاث شغلات منيقدر نوفرهم وهلا متأكد من نبتة الكولزا مبدئيا انتاجنا كويس مقابل استهلاكنا الحمد لله رب العالمين القطاع هذا ارباحه مليار دولار مبيعات ثلاثة مليار فقطاع الفيول عندنا اموره تمام بدنا نروح الان على قطاع انتاج او صناعة الطائرات اوكي هذا القطاع الان انا بتخيل انه اوه زي ما انا بتخيل مششغال ليش مششغال لانه بيقوم على الاستيل على الالمينيوم بتخيل هدول القطاعين برضو مششغالات فالان يعني الخريطة صعبة جدا معقدة للأسف الشديد لكننا نشتغل عليها قطاع الاستيل معناته بنا نبلش فيه قدي عنا معناش انتاج من الاستيل طبعا نشوف بدنا فحم بدنا حديد بدنا water supply networks هدولا الكهرباء والwater supply networks عنده موجود بس حديد ما عنا وفحم ما عنا فخلونا نروح الى الحديد شوفوا انتو كيف العجقة اللي راح تصير هلا بحكي لكم الخطة انجد اول مرة بشوف خطة معقدة زي هيك قطاع الحديد شو بيحتاج بيحتاج عندنا بس الwater supply networks معناته بنقدر نباشر في قطاع الحديد وبتخيل قطاع الحديد اصلا ملك للدولة فهذا اشي كويس ممكن الان نباشر بتوظيف مثلا 500 او 100 موظف خلينا مبدئيا عشان ما نكلفش حالنا كتير نحط 100 موظف بهذا القطاع بشكل مبدئي هدولا الميت موظف مع دعم مليون دولار واحد مليون بس دعم عشان القطاع يبلش شغل اوكي ممتاز جدا هاي القطاع هيك ان شاء الله رح يبلش شغل بدنا نجتمع مع تركيا نستورد منها في فحم من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان شاء الله انه يفيدنا كون علاقتنا كويسة مع تركيا الحمد لله رب العالمين وقبل ما نجتمع خلينا نشوف وضع الكولزا عنا نبتة الكولزا اذا موجود عنا كولزا عفكرة وضعنا كتير تمام بس اتوقع انه مش موجود احنا مع الناش اوه زي ما توقعت احنا مع الناش في البلد هاي اوه الشياء كتير منيحة لكن ممكن نبلش انتاج بنبتة الكولزا لو اعطيناها مثلا مليون دولار لانه هي محتاجة بس اللي هي اوه سوري 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 اوكي هي محتاجة فقط مننا اوكي اوه محتاجة الوتر سبلين نتوركس والوتر سبلين نتوركس الحمد لله متوفر عنا في البلد اوه بانتاجة كويس هاد الاشي انا متأكد منه اوه لكن رح نجرب نعطيها كمان اعفاء ورح نعطي قطاع الحديد اعفاء بلك يبلش شغولهم ويبلش انتاج عشان برضو احنا نطور من كل القطاعات اللي بين ايدنا نروح لقطاع الحديد وخلينا نمشي الوقت عشان اجتماعنا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نشوف الايرون قطاع الايرون اوكي نعطيه اعفاء نعمله اكسنوريت عشان يبلش انتاج لانه هاد الاشي كتير كويس وحيفيدنا انه يكون لدينا حديد في البلد لانه قطاعات كتير الان رح تحتمد على هذا الاشي تبعنا او هذا الشغل تبعنا اوكي نبلش اجتماعنا مع الرئيس التركي ونطلب منه انه نشتري من عنده فحم يا جماعة الخير الفحم كتير مهم السهلاكنا تقريبا مليون ونص طن من الفحم وللأسف شديد ما عنا ولا اي اشي من الفحم فخلونا نطلب منه مبدئيا اثنين مليون طن بسم الله اثنين مليون طن اوكي السعر هيكون غالي او لا بمزح يا جماعة ليش هيك لا 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 والله لا اوكي اثنين مليون طن والسعر بدنا نزل السعر الان نحاول نتفاوض مهم على سعر جيد يكون ما يضرش بمصلحتنا لا بدنا ياهو 17 يا شباب طيب ان شاء الله تكون صفقة كويسة عله السعر وعله الكمية للأسف الشديد بدي انا بس مليونين انا بس بدي مليونين طن ما بديش اكتر من مليونين طن مبدئيا ارجو انهم يتفهموا هاد الاشي اصدقائنا وراح ارفع السعر بس ما بدي يزيدوا الكمية يا جماعة والله ما بدي يزيد الكمية بشان الله ما تزيد الكمية بحكي لكم انا بس بدي مليونين طن اوكي خلينا نجرب نطلب منهم على 515 اوكي وافق ووافق والحمد الله ما بديش انا اكلف حالي كتير الان ان دفعت مليار دولار للفحم يا جماعة الخير وهذا اشي مش مبشر واشي مش كويس صراحة الان رح يصير عندي عجز في الاقتصاد او في الميزانية تبعتي الان حتما لسه مش الان بعدين رح يصير عندي عجز في الميزانية يا شباب بس تتفعل هاي الاتفاقية اكيد رح يصير عندنا عجز في الميزانية للأسف الشديد فانا خايف الان اعملت اي تحرك غبي يشل املنا ويشل امل اقتصادنا خلينا نروح الابحاث نشوف شو في عندنا ابحاث اصلا تم اكتشافها قديما اه والله ما عندناش اصلا اي ابحاث الحمد لله رب العالمين اه لا عندنا موجود هدولة بس خلينا نعطيهم براءة اختراع ليش طيب ما عنباطي انا مش فاهم اوكي زي هيك باختلف الوضع معنا مثلا مش عنباطي اصلا براءة اختراع بتخوتوا علي قادين اه لا اهيو عنباطي براءة اختراع طيب نشوف الاقتصاد نشل امله لا لسا الاقتصاد ما نشل امله بالعكس الان صار عندنا فلوس زيادة الحمد لله رب العالمين خلينا نشتغل بالفلوس لزيادة ونوقف الوقت عشان الاجتماع مع الرئيس الوزراء الفلسطيني بده يجتمع معنا خلينا نشوف شو بده ونننساش ننساش هاي التفاصيل يا جماعة اه ما ننساه اي اه اه اوكي ما رح نقدر انه ننتج احنا الان حديد للأسف الشديد هيك عم بخبرني وزير الصناعة فرح نضطر نستورد حديد من اي دولة خلينا نبيع القطاع او نسحب منه المليون الاطنية لانه فعليا على عكس مثلا مصر والمانيا والجزائر واليمن وسوريا والعراق كل الدول اللي لعبنا فيها احنا ما لعبنا بسوريا فكرة بس يعني كل الدول اللي لعبنا فيها لا لعبنا بسوريا كل الدول اللي لعبنا فيها يا شباب كانت المليون دولار بالنسبة لنا ولا اشي حرفيا فسيء سيء كتير الموضوع يعني هلأ هون المليون دولار عنا اشي كتير كبير خليه نشيل الموظفين من القطاع الحديد ونشيل عنه الاعفاء عشان من غلبش حالنا ونشيل عنه المليون دولار اللي هذا بالنسبة لنا يعني رقم كبير صراحة الآن هذا بعمل بعمل فرق باقتصادنا بعمل فرق المليون دولار لا تفكروا نجتمع مع الرئيس الفلسطيني نشوف شو بده مننا بده مننا خشب اوكي بده نبيعه خشب بس مش هنبيعه خشب بسعر 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 عالي 139 129 وافق 128 اوكي 48 مليون طيب نشوف اذا في عند الرئيس الفلسطيني عنده حديد خلينا نشتري من عنده حديد اذا كان متوفر بس ما توقع اوكي بس هدول المنتجات الموجودة عند الجانب الفلسطيني للأسف الشديد فالله يكون بعونهم اوكي شكرا لكم معناته الآن احنا متطرين نشتري حديد من اي دولة يكون سعرها رخيص صفقة الحديد اكيد لازم يعني مفروغ منها عشان يقدر ننتج ستيل مثلا بدنا ستيل احنا برضو الألمنيوم الآن نراجع موضوع الألمنيوم خلينا نشوف الآن الحديد اجماع الحلقة رح تكون معقدة انا عارف والله والله عارف يا جماع الحلقة رح تكون معقدة بس مضطرين نعملها الآن الحديد ممكن نشتريه من دول كتير عنا بس بدنا افضل سعر يكون الصين سعرها كويس بس انتاجها قليل اصلا مقابل استهلاكها يعني استراليا سعرها غالي برازيل سعرها كويس وروسيا لا سعرها مش كتير كويس يعني فيه أرخص منه اللي هو أوكرانيا أوكرانيا ممكن نشتري منها حديد بسعر كويس يمكن هو أرخص سعر قدامي موجود حاليا فخلونا نجتمع مع الرئيس الأوكراني ونطلب منه الحديد بالنسبة للستيل شو وضع قطاع الستيل نتأكد منه مرة تانية نحاول نخلي يكون عندنا انتاج احنا في البلد فيمتوا عليه كيف بده بس حديد وفحم احنا جبنا فحم الآن بس بده حديد صار فهلا منجيب لك أحلى حديد يا قطاعنا العزيز أوه أوكرانيا علاقتنا فيهم كتير سيئة فراح نجتمع معهم عادي معلش مش مشكلة لصراحة المهم انه يكون فيه نتيجة كويسة منحسن علاقتنا مع الألمان أوكي احنا هلا سكرنا القطاع الحديد الأسف الشديد كنت حاب أوه يا الله انه مشاكل في البلد الأسف الشديد طيب رح اطلب في عندي عدم استقرار رهيب في البلد رح اطلب من الجنود يتوزعوا على المواقع الاستراتيجية وايضا المدرعات العسكرية تتوزع على الأماكن الاستراتيجية عشان انا مش فاضي هلا بدي اجتمع مع رئيس أوكرانيا طيب رئيس أوكرانيا بدي اشتري من عنده حديد يا شبابنا ألمنيوم احنا بحاجة اصلا لألمنيوم كمان ممكن نشتري ألمنيوم من اوكرانيا كمية بسيطة بسعر اوكرانيا لانه سعر رخيص صراحة فانا متحفز اني اشتري ألمنيوم حتى من بره يعني اوكي لان انا اه هو 2.97 صح طيب نشوف يعني 2 اه بيه والله غالي هيكون بس يلا مش مشكل مهم نشتري من عندهم طيب اه 2.200 يعني الان لو عملنا هيك السعر هيكون كويس ممكن فاوض علي طيب لو قلنا 2.6 2.8 اوكي هاي اول صفقة لانه قيمتها مليونين مش مشكلة وبدنا نشتري منهم ايضا الايرون عندكم فحم طيب عندهم فحم اه والله سعرهم ارخص من تركيا يا شباب سعرهم ارخص من سعر التركيا يا شباب والله العظيم خلينا نشتري منهم كمان فحم نستغل الموضوع ونعزز العلاقات بيننا وبين اوكرانيا 393 خليكم الذاكرين معي الارقام 419 هم يكبروا الكمية 419 447 اوكي ما وافقوا احسن انا اصلا مش بحتاج فحم كتير لقوا دام نرجع نشتري منهم اوكي خلينا نشتري منهم حديدي بشكل سريع مبدئيا مية وعشرين سعر البيع تباعهم اذا سعرهم ارخيص صراحة خلينا نشتري اشي فوق حاجتنا اصلا نشتري مثلا ضعف الحاجة مثلا مية وعشر الاف اوكي ونطلب منهم بسعر يعني ان شاء الله يوافقوا بس ما يعجزوناش انا طلبت 120 اه كبروا الكمية كثير يا جماعة كثير بيكبروا الكمية قاعدين طيب 131 140 جماعة عم بتغلب الان مع الجانب الاوكراني لانه علاقتي فيهم كثير سيئة فعم بتغلب كثير قاعد فالله يشترنا بس من اللي جاي خلينا نطلب منهم بسعر رخيص مبدئيا عاد الكمية لهم بيختاروها مش مشكلة انا طلبت 120 جرب 139 156 حيوافقوا اكيد صفقة ما هي مربحة بالنسبة لهم طيب مش مشكلة خليهم يتهنوا يتهنوا يلا خليهم طيب مش مشكلة مش مشكلة شباب احنا محتاجين الان اصلا فلوس اوه عندنا الان 37 مليون آه فائض في الميسانية اه جماعة زمان بالدول التانية كنا ندفع يعني يضلجنا فائض بالمصارى يكون عندنا مثلا 4 مليار بمصر كنا يضل عندنا 40 مليار فندفع من القروض تبعتنا 40 مليار اليوم انا ضايل عندي بس قديش 47 مليون يعني شو ادي اعمل فيهم راح باتهم لصندوق النقد الدولي وراح اجرب اطلب من صندوق النقد الدولي انه يخفض القرد او يعمل لي تخفيض يعني سامحني مثلا ب700 مليون دولار اوكي نجرب نطلبها منهم يعني يمكن يكون ايشي كويس لانه انا انجست في الاقتصاد صراحة يعني المفروض هلا ينبستوا منها بتخيل لازم ينبستوا منها يعني هذا الاشي مفروغ منه طيب خلونا نجرب برضو نجتمع الان مع المقرضين الدول اللي عم تقرضنا الله يقرضها بس بشان الله بدنا فلوس احنا بدنا فلوس بدناش من المقرضين بدنا من شغلنا وتعبنا بس هذا الاشي يتطلب مننا يعني جهد كبير على المدى القريب والبعيد ولا غير نتغلب مع بعض فانا عن جد عم بطلب منكم يعني يمكن هاي جد اصعب سلسل الان ايش هاد المشكلة القطاع الحديد طيب يمكن شباب هاي السلسلة من اصعب السلاسل رح تكون فانا جد محتاج انكم تدعموني وتساعدوني فيها انا عم بحكي لكم والله الموضوع مو سهل ابدا فلحالي ما رح يقدر اعمل اشي والله بدونكم ما رح يقدر اعمل اشي فوالله خلونا نعملها مع بعض نشتغل مع بعض اوف الوقت عم بمشي وبلشت معنا مع المقرض البريطاني للأسف الشديد وقف الوقت شوي والله اوكي نجتمع مع اخر واحد السعودي اتوقع اصلا السعودي مش هطل لي فائدة كبيرة يلا بل اجتمعنا مع المقرض البريطاني اوكي الان هي تمانية مثلا 8.77 ممكن خليها 7.5 نطلب منه ما ارضي طيب رح يرفع لك يا لحد تمانية مثلا طيب ممتازة يخفضنا الفائد الاولى او النسبة الاولى الحمدلله يلا يلا اعطونا المقرضين التانيين يلا اوكي هنا لسا الوضع مش تمام افكرة الاردن فيها يعني بللو اوه مسلحين يا شباب الله اكبر اوكي عنا عدم استقرار فضيع في البلد تبعتنا الان هدولا ما بقدروا يعملوا اشي لا والله قدروا الحمدلله رب العالمين ممتاز ممتاز اه لا ما قدروش شباب معناته اعطيني الجيش الان مباشرة وروح اضرب عليهم قنابل ذرية ايوا اكتلوهم يزالهم الجيش شو ان بعمل قاعد ايوا اكتلوهم شو الجيش الفاشل هاد يلا المقرض الالماني يلا 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 اه يلا خلصونا بدنا نخلص مع المقرض الالماني بالله عليكم طيب اه الان هي مع الالماني 87 86 نطلب منه نخليها 6.5 ان شاء الله يرضى بس اه ما قبلش يزالهم اروح لعنة يزالهم والله ما رضي احسن احسن ما ترضوا ما تخفضوا الفائدة علينا ظلكم استغلونا واستغلوا المواطنين الاردنيين يزالهم احنا وضعنا تعبان بدل ما تساعدونا وتوقفوا معنا تروح توقفوا ضدنا الياباني عفكرة محترم انا متأكد انه زالمي محترم انتو كمان اكيد متفقلين في المقرض الياباني 10.65 ياللي ما بتخاف الله مخليها علينا طب خلينا نخفضها مبدئيا لحد 11.8 بطلا اه سوري 9.8 انا بدأ رفعها على حالي اوكي اه شكرا والله حبيتك والله انك لطيف جدا شكرا لك شكرا شكرا والله انه محترم يا جماعة انجد عالسريع ما ما نقشني حتى قال لي very well accepted وافق عالسريع يا عمي هيك المقرضين او بلاش او ماي جود يا جماعة الخير الصندوق النقد الدولي بدأ اوافق على طلبنا بتخفيض 700 مليون دولار من قيمة القرد تبعنا يعني احنا كان علينا الان مليارين و مليار اوف كان علينا مليارين و800 مليون اليوم صار علينا مليارين و100 مليون لصندوق النقد الدولي زي ما انتم شايفين والله هذا شكرا لكم صندوق النقد الدولي اليوم رح اطلع خلال الاعلام واشكر صندوق النقد الدولي على انجازه وعلى مساعدته لألنا انا مبسوط جدا هذا المقرض الامريكا حط علي فائدة بنسبة 15.5% الله لا يسامحك حطلب منو يقللها لحد 14% ان شاء الله يفاوضني اوه شكرا لك حبيبي وافق والله وافق خد هاي ميدالة وطنية اذا بتحب ما بدو اياها بلاش احسن اوكي والله ما انسى انا رح اروح هلا اطلع بالاعلام واقول انو ادعمها اا بشكل عام يعني في الصحف والجرائد ويك ادعمهم لانو جد هم ناس كويسين يا زلم يخفضولي 700 مليون دولار هيك هدية من صندوق النقد الدولي عن جد شكرا لكم والله يعني كويس بس هو قال لي بالرسالة انو انت انجزت انجزات وحسنت من سياستك الاقتصادية فانا عم بشتغل صح هذا اشي كويس صراحة يعني بدناش ننكر برضو احنا انو احنا عم نشتغل على حالنا وعم نتعب على حالنا الهندي معطينا 13 بالمية رح اجرب اطلب منه يخليها 13 89 هو حطلب منه مثلا 13 و 6 اوه سوري 12 و 6 صح 12 و 6 ممتاز والله حبيبي ايها الهندي المحترم شكرا الك شكرا الك يا هندي والله النمر التبزل والله العظيم المقرض السعودي بتخيل رح يساعدنا كثير أنا نتوقع انه هك فATS ugh Or يلا هيس يا سعودي حبيبي هلا والله قرب هلا هلا احمد احمد هلا حبيبي شونك يلا 1 بالمية مالذي أعطيك مليون دولار مالذي أعطيك مليون دولار مالذي مستخدم كم شيئًا مالذي أعطيك بطريقة خطوصة مالذي أحضر مالذي أحمد مالذي أحمد مالذي أحمد مالذي أحمد اه طيب شو اللي بدنا نبلش انتاجه انا والله نسيت يعني من كثر العشقة اللي صارت احنا كان شغلنا الان على قطاع الانتاج الطائرات او صناعة الطائرات اوكي احنا شو وفرنا اليوم وفرنا ستيل لا لسه ما وفرنا ستيل اه وفرنا الامينيوم اه وفرنا الامينيوم اتوقع ولا لا اصلا اه لا ما جبنا الامينيوم شكله الان نتأكد اتفاقيات اه جبنا الامينيوم الحمدلله طيب هاي صار عندنا الامينيوم شباب ومتاز جدا وبس ظل نتأكد من قطاع الستيل انه اشتغل بس هو ما اشتغل انا زي ما انا شايفكم انا متأكد انه القطاع ما اشتغل فالان شو هذا بده بده حديد بده فحم بده اوكي صار هلا كل شي موجود بتخيل فخلينا نبلش نحط موظفين عشر موظفين في القطاع مبدعيا يلا بينا ننتج ستيل لانه مضطرين ننتج ستيل او انه منستورد من الخارج وخلص اعطيه عشر مليون اه مليون واحد بس اعطيه مليون دولار وعطيه اعفاء لا القطاع اوكي والله الحلقة هاي من اسعب الحلقات جد انا ما عم بمزح شباب والله انه الشغل اللي عم نسويه معقد كتير يعني عجقة عجقة طيب ايضا اه نرجع السياحة شوف السياحة شو وضعها معنا الان يعني احنا عم بشتغل كل هذا بس عشان قطاع واحد قطاع السياحة انتم متخيلين بس كويس احنا منعزز الانتاج بقطاعات صناعية اشان السياحة فاحنا مننتج صناعيا بصير عنا ارباح بالصناعة بصير عنا ارباح جديدة بالسياح فهمتو كيف فعليا في انخفاض عنا في مبيعات السياحة كانت 6 مليار و 182 مليون اليوم ب 2021 5 مليار و 769 مليون يعني فيه 500 مليون او 400 مليون خلينا نحكي هدولا مش موجودات فالقطاع هذا لازم نشتغل عليه وندعمه لانه ميزانيتنا بتعتمد عليه اوه الستيل رجع اشتغل الحمد لله رب العالمين قطاع الستيل الان اصبح شغال ممتاز جدا الان ما انه صار عنا ستيل صار منقدر نشتغل اشياء تانية تماما اوكي تمام ممتاز 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 يا شباب بالنسبة للسياحة الان نشوف كمان شو محتاجين خلصنا من موضوع النقل الجو الان نروح لموضوع السكك الحديدية اوكي نقل من خلال القطارات هيا بنا يا شباب Railway Constructions او Transportation هون طيب هون بدنا Electricity و Railway Construction نروح على قطاع Railway Instructions اتوقع أو Constructions اوكي نروح عليه ونشوف شو وضعه اتوقع ان القطاع شغال ما عليه مشاكل ممتاز القطاع شغاله ما عليه اي مشاكل بس بيحتاج ألمنيوم مستيل ومعدات أدوات كهربائية ورقائق كهربائية او الكترونية سموها البيتكم اياه نعطي القطاع مبدئيا 3 مليون دولار عشان ندعم القطاع مبدئيا عشان يزيد من انتاجه لانه اصلا هو عن بنتج حاليا اوخ يا باية الوضع شو انه صعب طيب مانه الان صار عندنا ستيل تطلعوا كيف الشجرة انا بتخيلها خريطة او شجرة اوكي فتطلعوا قديش هاد الاشي معقد اللي عم نعملوا قاعدين خلونا موضوع القطاع اللي هو قطاع صناعة الطائرات خلينا نعملوا ملك للدولة ايا بنا عشان تكون ارباحنا لقلنا خلينا بالمناسبة نعمل شبكة طرق حديدية اوكي خلينا نعمل شبكة طرق حديدية عشان نساعد اصدقائنا في السياحان ومشتغلوا طبعا احنا عنا خط اصلا اللي هو طريق اا سريع بين المدن الثلاثة اللي عنا فاحنا رح نعمل عليهم برضو اللي هو خط سكة حديدية رح يكلفنا نص مليار اوه كلنا هوا كلنا هوا رسميا طيب صار عندنا عدس في الميزانية الآن عالضرائب مباشرة ارفع لك اي اشي بس يساعدنا اا اا نعوض الخسارة هاي الله يسترنا بس من اللي جاي انجد طيب ايش في ايش يمكن نساعدنا اا الضريبة على تلوث الصناعي هاي رح تعطينا مليار دولر وعفكرة قبل ما ارفع الضريبة كان عنا فائض بالميزانية الحمد لله رب العالمين وهذا اندل بيدل على انه احنا عم نشتغل شغل صح عم نشتغل شغل ممتاز حتى وإحنا عم ندفع قاعدة عم ترجع الفلوس عندنا إذن احنا شغالين صح قطاع رفع الضريبة هاي 1% الآن وفرت لي فلوس كتير في الخزينة فأنا راح أستغل هاي الفلوس أيضا بتطوير القطاعات كاملة إن شاء الله لأنه أنا عندي خطة اقتصادية للبلد أنا مش عم بمزح قاعد أنا عم بشتغل صح هاد الاشي خلوه في بالكم دائما يا شبا اح نرجع على السياحة يلا بينا هتقولي السياحة نشوف شو وضعها غير نوك الهواء طيب نشوف احنا خلصنا النقل الجوي والنقل من خلال القطارات النقل البحري لأنه احنا ما منقدر نبني اي ميناء فمش رح يشتغل عليه النقل اللي هو المواصلات النقل العام خلينا نشوفه urban transportation نشوف هاد القطاع شو بيحتاج بيحتاج فيول بنزين موجود عندنا بيحتاج انشاء حافلات صناعة حافلات بيحتاج صناعة اطارات اوكي الباقي موجود كله طيب نتأكد الان اوكي الستيل رجع يشتغل الان نشوف قدي صار عندنا انتاج من الستيل هل سدينا حاجتنا ولا لا واذا ما سدينا حاجتنا هاي مصيبة ان شاء الله انه مبلش نسد حاجتنا لا لا منشوف احنا القطاع ومنحكي ليش اضل احكي انا اذا اذا واذا اوكي بلش ننتج على فكرة جزء كويس من حاجتنا ننتج 40% من حاجتنا حاليا كويس والله ممتاز ممتاز طيب خلينا نرفع عدد الموظفين الان عنا 7 موظفين طيب خلينا نرفع عدد الموظفين في هذا القطاع لحد 50 موظف بدل مهمة 10 موظفين لحد الاقصى خليه 50 موظف اوكي عشان اساعد هذا القطاع صراحة هذا القطاع كتير مهم حاليا مع فكرة ما بلشنا ولسه صار عندنا مبيعات بنص مليون دولار لسه قبل شوي القطاع يشتغل مالنا يا شباب طيب الان بدنا نشتغل على قطاع صناعة اول اشي يخليه ملك للدولة هاد القطاع عشان رايكون فيه له انتاجي كبير انا متأكد اه اه وبعدين بدنا نشوف هاد القطاع شو بحتاج بحتاج السيل وبيحتاج بلاستيك اندستري بلاستيك اندستري اتخيل انه ما عنا صناعة بلاستيك لأسف الشديد اه ازا ما حكي لكم ما عنا ايش عنا طيب ازا ما عنا بلاستيك طب ايش عنا اوكي البلاستيك بحتاج نفط فحم وكيميكال اندستري موجود عنا هدول الثلاث شغلات اه يلا بنبلش هاد القطاع اه خلينا نعمله ملك للدولة ونرجع عليه بعد شوي عشان نبلش بالانتاج فيه خلص مفيش مزح الان يلا 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 يا شباب والله العظيم انه المملكة الارتونية الهاشمية صح انه هذا تحدي صعب لكن انا رأى اذبتلكم ان شاء الله يا شباب انه انا قد هذا التحدي بإذن الله عز وجل راح تشوفوا انه انا شغال بالطريقة الصحيحة وانا بتمنى انكم جد تساعدوني بالتعليقات يعني انا هاد الاشي جد بتمنى من كل قلبي انكم تساعدوني بالتعليقات لانه هاد الاشي حيفيدني كتير بس ساعدوني مساعدات انه منطقية تكون اوكي مش اشي يعني تسليق ويك يلا نبلش صناعة السفن شو للسفن يا رجل نبلش من صناعة الطائرات هيا بنا طائرات نبلش نعمل طائرات لنا في البلد ونعطيهم برضو 3 مليون بل 10 مليون نخليهم يشتغلوا زي العالم والناس حرام خطي اوكي ونعطيهم اعفاء مبدئيا عشان القطاع يشتغل صح القطاع اذا ما اشتغل صح حاليا سلامتك وتعيش يلا بينا في عنا ايد الاضحة منحتفل مع الشعب بايد الاضحة ما عنا اي مشاكل احنا مع الشعب وللشعب احنا ان شاء الله يعني اخ يا سوريا سوريا المسكينة الحزين الان عم تتعذب بس انا يعني بديش اتدخل في الخارج لانه انا ما بقدر اتدخل حاليا انا بحكيلكم اياها بصراحة ما بقدرش اتدخل اه هنا اي قطاع لعنا الحديد اوكي بشتغلاش اه شوية اختراعات من اليابان ما لاش دخل فيها اوكي يلا بينا الان نشد مع بعض الوقت يلا مشي الوقت عشان نبلش ننتج احنا طائرات نبلش ننتج من كل اشي والله وضعنا صعب و بنحزن احنا جماعة منحزن قطاع الإطارات برضه اوكي والله وضعنا بغلب اوكي اه ايش وين دقيقة افتعلي المسج يا رجل ونحزن 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 اوكي وزير الداخلية شوف موديل المخابرات شو باعت اوه في فضيحة متعلقة بي ناصر اوه يا شباب يلا التيار اوه لا 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 سوري كتير سوري انا اسف وقفلي الوقت وقفلي الوقت لا ما تحكو ليش انه اللعبة هلا رح تعلق اوف كأنه الميزانية تبعدنا ان شاءال املها يبدو لي انه كذلك لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم اوه ماي قاد الحمد للأرض بالعالمين اكل حال اوكي ممتاز رجعة اللعبة يلا اوكي الان بدنا نشوف قطاع الا اطارات الان صار القطاع ملك للدولة وقفلي الوقت شوي بعد اذنك ونشوف الرسائل اللي عم توصلنا طيب الان تم تأميم القطاعين اللي طلبنا تأميمهم وهذا اشي كويس حنبلش بقطاع الاطارات ننتج عشر موظفين اعطيه يعني زمان كنت احط خمسين الف موظف بيحتاج هاد القطاع ستيل الامينيوم موجود كله موجود الان طيب الستيل شو صار بالقطاع هل بلش ينتج اكتر اوكي زادت حاجتنا وقل انتاج وقل انتاج الستيل للأسف الشديد قل انتاج الستيل علاقتنا مع اوكرانيا سيئة للأسف هشوف دولة اشتري منها ستيل مبدئيا او ايرون هشوف تركيا اذا بتبيع ايرون هشتري كميات كبيرة وخلص مش هوجع راسي انا لانه الايرون قطاع صراحة سيء بكرة الايرون انا مبدئيا هش هذا فيه مية موظف طب ليش انا هحط فيه مية موظف خلص ببيع القطاع وخلص ما بديش يع طيب بدنا نستورد حديد من اي دولة بس مش اوكراني اكيد اي ممكن نستورد من مين الصين لا حكينا واستراليا لا الهند الهند ممكن نستورد منها كويس الهند كويس سعرها روسيا لا أوكرانيا لا أحكيينا بس سعر أوكرانيا هو أقل سعر حتى الآن في عندك إيران إيران يلا أوكي أوكي إيران let's do it إيران 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 نجتمع مع الجانب الإيراني ونبنش نبني معها علاقات لأول مرة في سلاسة لكل هوم عمري ما عمل تعاون يمكن أتوقع ما عمل تعاون مع الجانب الإيراني لكن اليوم راح أبلش أتعاون مع الجانب الإيراني نشوف اذا علاقتنا مع السعودية رح تأثروا ولا لا بس انا هكتلكم انا مصلحتي الان هي انه الامينيوم عندكم في عند الايرانيين الامينيوم رح اشتري الامينيوم مبدئيا بدي اشتري حتى فوق حاشتي اوكي اشتري فوق حاشتي الامينيوم وكميات اكبر قد ما بقدر عادي اه هم ما بقدر يبيعون الامينيوم لانه انتاجهم قليل من الامينيوم طيب مش مشكلة اوكي اوكي انسوا اه اه اروحوا لي الكولزا نبتة الكولزا شو وضعها نستورد انهم كولزا اوكي عندهم منتاجة كويس من الكولزا خليل نشتري عندهم مثلا اه 143 الف طن او نشتري عندهم 280 الف طن ونحاول نقلد سعر ايران افكرة سعرها كتير قليل يعني لا تفكوا قد ما كانت غالي سعرها هيكون قليل شرب نشتري منهم انا حطيتها 256-254 ايلا عن اليهود يا الظلام ايلا عن اليهود شوفي اوكي نرجع نطلب منه اوكي سيريا اللي عندهم قمح احنا بدنا قمح اوه عندهم قمح اوكي رح البي حاجة شعبي ام من القمح ان شاء الله من خلال الايرانيين عراسي عراسي الايرانيين حاليا انا والايرانيين رح نكون اصدقاء خلص اعتمدوا يا شباب صداقة الاردنية الايرانية اوكي هاي 300 مليون دفعناها الان طيب بعديها بدنا نشتري حكينا كولزا اوه نشتري من عندهم كمية كبيرة زي هيك او حكينا 280 احنا بتذكر 280 و جرب نوصل معهم لسعر كويس بالله عليكم انكم ما تخذلونا 258 طيب حرف اماكم ل279 طيب مثلا ياسيدي 200 بلاش 200 315 اوكي وافقوا 880 مليون هاي شرينا كولزا ممتاز اوه برضو بدنا ايرون اوه عندهم انحاس احنا عندنا انحاس اصلا قدرش انتاجنا من الانحاس احنا عندنا انتاج بس ما بيكفي يعني اه لا عندنا فائد حتى الحمد لله رب العالمين قطن ما عندناش قطن طب اذا ما عندناش قطن شو عندنا يا شباب والله العظيم انه اشي اه بيحزن والله جد بيحزن وضعنا بيحزن كتير اوكي بلاش ما رضيش بيانا قطن والله وضعنا كتير بيحزن شباب والله كتير صعب ما عندناش انتاج لاي اشي فعليا طيب نشتري من عندهم فيول لا natural gas ممكن نشتري من عندهم غاز مبدئيا يالله نشتري عندهم الغاز اوكي بس قبل خلينا نشتري حديد مبدئيا بدناه 60 ألف بدنا مثلا مليون طن مليون 340 ألف طن نشتري من عندهم وان شاء الله يعطونا يبسعر كويس يا رب يا رب يا رب بسم الله 130 ام 147 156 اوكي 200 مليون كمان كويس راح يكون بينه وبين إيرانيين علاقات كويسة مش مشكلة المهم انا عندي حاليا اللي هو اشي واحد ام اوف افكرة كتير محتاجين غاز لا مش كتير اوكي ما في داعي نشتري غاز الحمدلله الحمدلله عن جد لانه بديش اشتري اشي بديش ادفع بديش اشتري الاشياء اللي جد ناقصة فهمتوا كيف رز مع الناس رز اوف حتى رز معنا شباب شو اللي عم بصير قاعد شان الله لا خلى الرز للهند بمشتري من الهند الهند ارض الرز لانه خرفان ما عندنا كمان اوكي منشتري من عندهم خرفان يلا مش مشكلة اوكي بلاش احسن باي اوكي هاي شارينا حديد شارينا حديد وشارينا الاشياء اللي احنا محتاجينها والله عنا عدز كتير على فكرة في الانتاج سيئين احنا مع الناس انتاج طيب اتحسنت السياحة ولا لا زادت مبيعات السياحة ولا لا هذا الاشي سؤال قوي بس انا بتخيل مش من هلا رح تزيد السياحة مبيعاتها رح تزيد بالوقت الصحيح مش هلا لكن بعدين لحد هلا ما زادت المبيعات لحد هلا ما زادت الارباع لكن رح تزيد باذن الله هذا قطاع رح نشتغل عليه بطريقة الصحيح طيب احنا الان ظلنعمل الشاحنات ا اا ا ا ايضا سكاك الحديد عملنا يلا نروح نعمل قطاع الشاحنات اوف شو متعب الموضوع عن جد بس ولا از ما عملنا هيك هلا مصيبة جدي مصيبة قطاع الحديد بسم الله مش عديذا motive اللي هي الشاحنات سريع طيب الشاحنات لسه ما تم التأميم حتى الان اوكي بلاستيك اندستري احنا ننسينا القطابة تخيل بلاستيك اندستري اليوم صار تحت السيطرة حطيلي عشر موظفين بلاستيك اندستري اعطيني اعفاء وسلخلي ثلاثة مليون لا القطاع دعم مادي ومعنوي وانا بشجعهم الان اوكي وان شاء الان يا الله مشتم الان تأميم القطاع مش خلص طيب شو المشكلة عنا شو المشكلة يا شباب احكولي شان الله يا الله رحلي عليوه لسه ما تم التأميم شان الله يا شباب وافقوا طيب شوفي عنا قطاعات اممناها ولسه ما اشتغلت معنا بلاستيك اندستريل لسه ما في اي انتاج نسوء الحظ طبعا كله ما في انتاج كله ما في انتاج انتم ملاحظين معي انجاب وضع سيء والله العظيم طيب بالنسبة للكيميكال اندستري نشوف شو الوضع قطاع هذا مهم وحساس بالنسبة لي كوي كويس انتاجنا فيه اوكي البلاستيك اندستري بلشت الحمد الله رب العالمين انو صار عندنا شوية انتاج جديد قطاع الالمينيم مش الضغال عنده نحن انسينا الالمينيم يا شباب يلا الالمينيوم نعمل عندنا اوه بد lil films قصة اجلو للميينيم البعدين بالنسبة للطائرات هل زاد الانتاج اوه زاد الانتاج وزاد الاستهلاك كمان لا ما زاد الاستهلاك جيد يطلب الحمد الله والله امورنا تمام هطول فعل يصقف تلك الموظفين في هذا القطاع لخمسين موظف مبدئيا ومع الوقت بتلاقوا القطاع بلش يتطور اكتر واكتر واكتر بتلاقون نصبطنا امورنا هذا اللي بدنا اياه اساسا هذا اللي بدنا اياه والله طيب خلينا نروح على قطاع التعليم لانه انا وزير التعليم غاضب مني نقابة الطلاب غضباني مني والمعلمين غضبانين مني فخلونا الان نشتغل على وزارة التربية والتعليم ندعم موضوع تعليم اللغات اوكي 112 مليون حدفع اوكي وندعم برضو دراسة الاقتصاد والدجارة والقانون وندعم التعليم ايضا 132 مليون اوكي زيدهم لمية وخمسين مليون طيب هلقد اوكي اوكي لا كتير خلاص اوكي 158 مليون موافق دفعنا 158 مليون للتعليم طيب بلشنا ندعم الشعب بلشنا ولا ما بلشنا يا شباب بلشنا بلشنا اوورنا تمام الان طيب كويس والله كتير منيح يعني الان الوضع حيختلف لانه القطاعات اللي تم تأميمها القطاعات الجديدة هاي اللي احنا جغالين فيها اوكي هاي قطاعات الان صارت ملك للدولة اي ربح بيجي منها فهو بيجي للدولة فهذا ايش كتير كويس يلا عشرة قطاع 234 مليون باشتري راح اشتريه راح اشتريه وارديكم كيف راح اقلبلكم القطاع اقلاب اقلابه راح اقلبه اقلابه حرفيا اقتصار الوطني الان راح يا زلمي والله العظيم شغالين شغال كبير راح احنا في البلد والله يا زلمي صحي لكم جد جدي صحي لكم الان اللي عم بنعمل لكم ما نعمل لحدا قبل هيك اوكي قطاع السيارات الان حيصير ملك للدولة بدي اخلي احاول اسيطر على كل القطاعات حتى اني اخليها ملك للدولة والله حيكون شغلي كتير كبير قطاع الخدمات لقدام بس يصير عندنا اوه الان صرنا محتاجين لكهرباء الان صرنا محتاجين نعزز انتاجنا من الكهرباء نشوف الان الوضع هنا اذا كل يومين بدهم يعملوا لنا زي هيك اعمال شغب هي مش اعمال شغب بس هي اعمال عنف لانه اتوقع فيها مسلحين اه زي ما قلت لكم فيها مسلحين 97 مسلح عم بيطلع في المظاهرة فانا راح اعطي الجيش امر بانه يتدخل مباشرة لانه الشرطة ما بتقدر تقاوم المسلحين نهائية فالجيش خليه يتدخل مباشرة ملناش دخل احنا في اي اشي تاني صراح لانه الشرطة راح تتخبه وتنسح للأسف الشديد يعني طيب كنت راح اعمل اشي بس نسوني ايا من خلال المظاهرات اه شال اشي اللي كنا راح نعمله شباب مش عارب اه يا ويلي يا ويلي يا ويلي والله هي نسيت نسيت الاشي اللي كنا راح نعمله مش مشكلة طيب الان نحن من حاول ونعمل كل القطاعات ملك للدولة نشوف قطاع الخدمات قطاع الخدمات فكرة كتير كوي اوه الان وزير الاقتصاد بحكيلي رؤية مضاعفة بالنسبة لقطاع السيارات انك انت تخليه ملك للدولة قطاع السيارات الان صار ملك للدولة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمي والله امورنا بالسليم يا كبير امورنا بالسليم طيب قطاع السيارات الان بان نصار ملكة الدولة اوكي هذا مبدئيا اوه قطاع الطيارات طيب قطاع الطيارات لازم يزيد انتاجه باسرع وقت ممكن بلس نربح منه بس لازم يزيد انتاجه مش هتفى عليه كمان مصاري هلا بقدريش هتفى القطاع السيارات الان مصاري كويسة اوكي قدعد الموظفين 1500 اوكي معناته الان احنا بحاجة لمصاري لهذا القطاع عشان يشتغل وبحاجة لاعفاء لهذا القطاع عشان يشتغل حاطيه 10 مليون حاطيه اعفاء اوكي وبالتالي القطاع هذا حتما رح يزيد مبيعاته رح يزيد انتاجه الفكرة ارباح القطاع 15 مليون ومبيعاته 64 مليون يعني هذا القطاع كتير كويس حاليا انجد كتير كويس انه عم نشتغل على هذا القطاع طيب 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 او القطارات شغالة والطرق السريعة شغالة الحمد للارب العالمين يعني امرنا تمام وبالسليم الان بشوف الان جي دي بي تبعنا 44 مليار بتخيل انه ما اختلف كتير وعملتنا كويسة التضخم للأسف قليل فمش عارف مش هلعب بالتضخم حاليا لانه عندي بطالة كتير كبيرة انه مو الاقتصادي عندنا بسيط كتير فاو كويس كويس بس شغلنا والله كويس أنا بحكي لكم من الآن أنه شغلنا الحمد لله رب العالمين أنه فيه خير وفيه أمور طيبة طيب بالنسبة لهدولا نفس الإنتاج بالنسبة للنفط للأسف الشديد طيب هل إحنا الآن أصبحنا أوكي أنا تذكرت شو كنت بدي كنت بدي نشتغل على الكهرباء هل إحنا الآن بحاجة لدفعة جديدة من النفط ولا لا هذا السؤال بنواجهه للسعوديين الآن نعمل مباشرة نشوف إذا إحنا محتاجين لا حاليا إحنا الحمد لله رب العالمين مش محتاجين نفط كويس الحمد لله رب العالمين فيه إشي مش محتاجينه لأنه إحنا أصلا استوردنا قبل هيك طيب الآن بدنا نبلش نشتغل على موضوع التاج الكهرباء عنا عجز بسيط عنا عجز بسيط بالنسبة للكهرباء الحمد لله رب العالمين أنه عجز بسيط يعني إيه ايه وكي رح نشتغل على الكهرباء الحفورية واو والله مكلفة والله مكلفة يا شفا إني حدفع حوالي مليار دولار حدفع حوالي 969 مليون طيب الآن سيصير عجز في الميزانية غالبا بسم الله طي استرنا بس سيصير عجز في الميزانية ولا لا ان شاء الله لا يا رب طيب شو الوضع الآن لسه ما صار عنا اي مشاكل طيب نشوف بالنسبة للقروض شو الوضع اوه والله القروض كترت 11 مليار من السعودية صار عنا 11 مليار يا شباب والله كثير الله يكثير الله يسترنا بس اوه صار عنا عجز في الميزانية يلا يلا نرفع الضرائب يا شباب يلا يلا نرفع الضرائب ملاش غير الضرائب حاليا اخ كمان مرة واحد بالمية على هاي الصناعة يلا بينا روح ارفع واحد بالمية على الصناعة بعدين منخفضها بس سير عنا فلوس انا الان بدي ادعم الاقتصاد الوطني بدي ادعم صناعتي انا يزعلو ما يزعلو اوه اليوم صار عنا 356 مليون منقدر ندفعها اوكي فالرقم اكبر الرقم اكبر بصراحة والله اكبر ندفعها للبنك الدولي مبدئيا طيب رح ادفعها للبنك الدولي اوه رح اطلب من البنك الدولي انه يخفض القرطة بعنا كمان مثلا 500 مليون لا مش خمسة مليار 500 مليون يخفضوا اوكي نجرب نطلب منهم ان شاء الله يوافقوا ايه يلا نمشي الوقت ونشوف نشوف الان عشان نلهي الحلقة هيوافقوا ولا لا اذا وافقوا مننهي الحلقة اذا ما وافقوا كمان مننهي الحلقة لانه حاس انه كتير طولنا بس هيتعويض عن مبارح عشان مبارح ما قدرت انزل الحلقة فان شاء الله انه الامور طيبة يلا يا وقت مشي يا وقت يا حبيبي مشي يلا 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 بدنا ننجز الشباب بدهم يروح عندهم شغل يلا يا عمري يلا يا روحي بسم الله شوف والله انه انا عم بنجز في الاردن انجاز كتير كبير وعني لازم يشكروني بصراح لازم يشكروني عن الانجازات العظيمة اللي عم بعملها ولا لا يا شباب تخيل لا والله عم تقدم تقدم كويس في المملكة الاردنية الهاشمية وهذا بفضل رب العالمين علينا اوكي رفضوا للأسف الشديد انه اوكي يبدو لي اه ما ارضيوه لانه انا قبل هيك استفدت من التخفيض للقروض للأسف الشديد فاوكي عادي مش مشكلة يلا خلويني حلقتنا اليوم يعطيكم العافية وشكرا لكم على المشاهدة وبتمنى لكم اوكات سعيدة وشوفكم بالحلقة الجاية مرتبين في امان الله شكرا لكم